أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في جلسة جديدة من حوارات المعرفة والتي تقدمها لكم مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة بالتعاون والشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حوارات تجعل حياتنا أفضل ومجتمعاتنا ومستقبل مؤسساتنا أفضل من خلال إثراء جوانب مختلفة ومواضيع تمس هذه المجالات واليوم أنا أسعد لأنني بصحبة هذه الشخصية القيادية الإماراتية المعروفة في مجال عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمستقبليات كذلك سعادة الدكتور سعيد خلفان ظاهري مرحبا بك في حوارنا لهذا اليوم صدحتم الله بالخير مرحب ببكم وأنا كذلك أسعد بتواجدي اليوم في معرضة بوضبي الدولي للكتاب في نسخة في 2022 في استضافة مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأسعد كذلك بتواجدي مع المتعلقة الإعلامية من المتعلقة الصفية الله يسعدك دكتور وشكرا لك مرة أخرى طبعا قبل أن نبدأ هذا الحوار وهذه الجلسة السرية جدا والتي تحتاج إلى انتباه شديد منكم أود فقط أن أضي على بعض التفاصيل السريعة الجلسة هذه طبعا كما تعلمون هي منطولة مباشرة عبر المنصات التي تتابعوننا من خلالها وعليه يمكنكم متابعة تفاصيل الجلسة طرح أسئلتكم في المتاحة المخصصة لطرح الأسئلة وسنستقبلها ونطرحها على سعادة الدكتور كذلك يمكنكم التفاعل بشكل مباشر إذا أحببتم باستخدام اللغة الإنجليزية من خلال الضغط على الجلوب أو شعار الكرة الأرضية في المنصة لتحويل اللغة إلى اللغة الإنجليزية هناك ترجمة مباشرة الزملاء في الترجمة مشكورين يقومون بهذا الأمر طبعا قبل أن أترك المجال في الدقائق القادمة لعرض الدكتور سعيد أود فقط أن أعرج على سيرته بشكل سريع جدا طبعا الدكتور سعيد الظاهري له أكثر من ثلاثين سنة في مجال التحول الرقمي في القطاع الحكومي والخاص في دولة الإمارات هو أكاديمي ومستشرف وكاتب ومؤلف ومحاضر عمل خلال حياته المهنية في العديد من المناصب أهمها المدير العام المؤسس لهيئة الإمارات للهوية وعضو في اللجنة العلمية الدولية لوكالة الإمارات للفضاء ومستشار لوزير الخارجية في نظم المعلومات حاليا يشغل عدة مناصب منها مدير مركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي محاضر في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية كما أنه عضو في مجالس المستقبل العالمية في الواقع الافتراضي والمعزز التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي وعضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للإنترنت الآمن حاضرة في العديد من المنظمات الدولية وكلنا نتابع محاضراته مع مجموعة من الجامعات العالمية المربوقة مثل عنا أيضا المنظمات مثل منظمة الدول المصدرة للفترول أوبيك وجامعة أوكسفورد وجامعة كيمبرج وكلية دندن الجامعية وغيرها له العديد من المؤلفات وربما أحدث هذه الإصدارات كتاب الأمة الرقمية كيف تبني دولة الإمارات مستقبلا مبنيا على الابتكار التكنولوجي إذن سأنقل الآن المايكروفون للدكتور في العشرين دقيقة القادمة سيقوم هو بالشرح ومن ثم نبدأ نحن بفرح مداخلاتنا وأسئلتنا تفضل دكتور شكرا شكرا صفية على هذه المقدمة أنا في الحقيقة عندي عرض رح أشارككم فيه لمدة عشرين دقيقة نتكلم نعطي شوية خلفية عن الموضوع اللي نتكلم عنه اليوم نحو مستقبل أفضل للذكاء الاصطناعي المستقبل اللي المجتمع يريده ويطمح إليه وبعدين بنفتح المجال للنقاش ويسرني استقبال أسئلة من جمهورنا المتابع يعني لهذه الجلسة الموضوع طبعا لما نتكلم اليوم عن الذكاء الاصطناعي في أسئلة مهمة ملحة أعتقد نحن نريد نركز عليها في هذه الجلسة كيف نستطيع أن نبني ذكاء اصطناعي آمن وعادل وشفاف وكذلك مستدام هذه من أعلى الأولويات اليوم اللي تواجه العالم في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي فنحن نتكلم عن ذكاء اصطناعي عادل ذكاء اصطناعي شفاف ذكاء اصطناعي مستدام وذكاء اصطناعي قابل لشرح من ناحية المخرجات اللي ينتنتج عن خوارزميات الذكاء الاصطناعي النقطة الثانية من المسئولية على من تقع المسئولية عندما يتم تطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي وتستخدم من قبل المؤسسات أو الشركات أو المجتمع بصورة عامة وتحدث أخطاء مين اللي يتحمل المسئولية هذه ومين الجهة اللي يعني تكون مسئولة هل هو المستخدم هل هو الجهة المطورة أم من فهذه النقطة مهمة بنتكلم عنها شوه دور الحكومات اليوم والمجتمع بصورة عامة في تبني تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي المسئول وبنشرح لما نتكلم عن ماذا نقصد بالمسئول بنشرح أنا إن شاء الله في الجلسة من الجلسة وأخيرا هل المؤسسات اليوم والشركات وعالم الأعمال اللي يطور خوارزميات الذكاء الاصطناعي هل نحن فعلاً نطبق القيم المؤسسية اللي تتبناها المؤسسات سواء كان العدالة سواء كان الشمولية سواء كان عدم التفرق أو غيرها من القيم فهل المؤسسات اليوم وخاصة الشركات تكلم عن الشركات الكبيرة اللي تطور اليوم خوارزميات الذكاء الاصطناعي تلتزم فعلاً بالقيم والشعارات اللي حطتنها وتبني عليها مؤسساتها هذه باختصار تغريباً مجال اللي بنتكلم عنه مثل ما نشوف اليوم وأعتقد يعني لا يخفى عن الجميع أن اليوم الذكاء الاصطناعي استخداماته عديدة جداً الذكاء الاصطناعي اليوم والخوارزميات بدت تقرر صرف القروض بدت تدخل حتى في اختيار الكليات لأولادنا أو المدارس بدت كذلك تدخل في تصحيح الامتحانات بدت تدخل حتى في التوظيف في عملية الفلتريشن فلترت السيارة الذاتية واختيار المترشحين بدأت تدخل في توفير توصيات مثل ما نشوف اليوم نحن سواء كان نشاهد الأفلام على التلفزيون أو سواء كان يعني نحب نسافر إلى الجهة نحب نسافر إلىها أو ما شابه ذلك وبدت تدخل نشوف اليوم في تطبيقات مهمة في حياتنا ورح تدخل في المجتمع مثل السيارات ذاتية القيادة كذلك توقع الجرائم كذلك حتى في موضوع الاستثمار وعمل نقول كذلك بدت تدخل في القطاع الصحي في موضوع اللي هو يعني موضوع اللي هو يعني شرح أو تصنيف الصور الطبية اقتراح يعني أنواع العلاج فمثل ما نرى أنه وتطبيقات حدث ولا حرج عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي اللي بدنا نشوفه في حياتنا اليوم لكن مع هذا الزخم وهذا الكم الهائل من التطبيقات في الفترة هذه القياسية يمكن خلال الخمس سنوات أو العشر سنوات اللي يعني بدت تطلع فيها موجة الذكاء الاصطناعي هناك أسئلة ملحة وهناك نقاط لا بد أن ننتبه لها هل فعلا اليوم الذكاء الاصطناعي قادر أنه هل هو فعلا يعني إليمنيتنج البياس هل هو يعني يخلق تحييز أو أو يمنع التحييز هذا هذه نقطة مهمة هل هو إثيكل هل هو أخلاقي من ناحية يعني القيم والمبادئ اللي تم يعني خلق عليها تطبيقات الذكاء الاصطناعي هل هو آمن من ناحية الأمن هل هل الأمن هذا متحقق ومتوفر في تطبيقات الذكاء الاصطناعي هل هو فعلا والسؤال المهم اليوم للمجتمع هل هو فعلا إضافة أو أفضل عن ما يقوم به الإنسان اليوم فأسئلة ملحة يعني تطرع يعني المختصين في في هذا العلم وكذلك تمس المجتمع وتمس الحكومات ويمكن أنا أشير إلى المقولة هنا في هذا العرض التي تقول أن الذكاء الاصطناعي لن يدمر العالم ولكن ما سيدمر العالم هو عدم المسؤولية عدم اتخاذ مسؤولية في تطوير وتطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخدامها في المجتمع هو اللي ممكن يؤثر بشكل كبير جدا على مدى تقبل تطبيقات هذه في المجتمع والإمفاكت اللي هو الأثر اللي ممكن تتركها تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يتم تطويرها من غير مسؤولية ومن غير حوكمة نقول حوكمة رصينة هنا أنا أعرض بعض الإخفاقات نقدر نسميها أو الفشل في خوارزميات الذكاء الاصطناعي والفشل يمكن ليس في الخوارزمية نفسه ولكن في قضية تطوير الخوارزميات هذه وطرحها يعني على المجتمع شفنا أن بعض أنظمة اللي تم تطويرها لمثلا شو اسمه يعني للتشخيص أعطت تشخيص تشخيص خاطئ أعطت تشخيص طبي خاطئ فهنا وهذا هنا يعني هنا تكمل المسؤولية وخاصة نحن نتكلم اليوم عن يعني نظام صحي وعن الصحة وعن قد يتعلق بالحياة والموت بدأنا نشوف الخوارزميات كذلك بالخطأ يعني في أحد التطبيقات تم يعني تصنيف مجموعة من السنتورات في أمريكا من الكونغرس على أنهم مقشوتس اللي هم يعني نقول يعني أصحاب جرائم فهنا نقطة ثانية يمكن نقطة مهمة أنا أحب أشيرها هنا أن يعني الخطأ في خوارزميات الذكاء الاصطناعي يمكن في وحدة من الكيسز هنا اللي نشوفها أدى إلى استقالة حكومة بأكملها حكومة الدنمارك وهذه قصة يعني أذكرها أنا على عجالة من الوقت فورت خوارزمية في 2013 لتقرير صرف المعونات الاجتماعية للعوائل اللي يلد لها مواليد جديدة وتركت الخوارزمية هذه هي اللي تقرر بناء طبعا على معطيات كثيرة ومدخلات تم تدريب الخوارزمية هذه تقرر إذا كان العائلة أو المقدم الطلب لصرف المعونة الاجتماعية يستحق المعونة أو لا يستحق المعونة فهذه الخوارزمية مع مرور الزمن طورت نمط من التعلم وبدت تفرق بين المواطنين الدنماركيين وغير المواطنين بدت تفرق بناء على العرق ويعني هل هو عرق أبيض عرق أسود أو يمكن من الأقليات الأخرى وتم اكتشاف الموضوع هذا في فترة متأخرة جدا في 2019-2020 انتبهت الحكومة إلى الأخطاء الأخطاء هذه اللي موجودة وكثير من العوائل اللي تقدمت بطلبات للحصول على معونات اجتماعية تم قامت الخوارزمية هذه برفض هذه الطلبات فمن المسؤولة يعني وهذا له تأثير مباشر على المجتمع وهذا أدى في 2021 إلى استقالة الحكومة الدنماركية استقالة الجهة اللي كانت يعني قائمة بتطوير التطبيق هذا اللي هو هيئة الضرائب عندهم في الدنمارك وصل الموضوع إلى أعلى المستويات فإذا نحن نشوف اليوم المشاكل طبعا هناك أخطاء مثل ما تشوفونها أنتوا يعني على الشاشة يعني يمكن لا يكتفي أن أتكلم عنها لكن خلونا أعطيكم بعض الأحصائيات المهمة أحد المراكز المتخصصة في جامعة جورج تاون عمل دراسة في 2020 عن الأخطاء الموجودة في الثلاث سنوات من 2017 إلى 2020 نسبة الأخطاء في خوارزميات الذكاء الاصطناعي 1200 حالة تم اكتشافة لأخطاء في خوارزميات الذكاء الاصطناعي هذه نقطة المنتدى الاقتصادي العالمي في تغرير المخاطر العالمي Global Risk Perception Survey للسنة هذه 2022 ذكر أن 10% فقط من المؤسسات 10% من المؤسسات اللي تم عمل المسح عليها وهي أكثر من 2000 مؤسسة عالمية 10% اللي عندها Established Risk Mitigation Effort عندها خطة لمواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي من 10% واحد بالمئة اللي عندها Effective Plan عندها خطة فاعلة لمواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي فمعنات 99% من المؤسسات هذه للأسف اليوم ليس لديها خطط فاعلة لمواجهة المخاطر اللي تنتج من استخدامات خوارزميات الذكاء الاصطناعي وفي يمكن دراسة أخرى لغارتنر شركة معروفة استشارية عالمية في الأبحاث تقول أن 85% من مشاريع الذكاء الاصطناعي اليوم اللي تطبق في 2022 مشاريع ليست فاشلة ولكن يعني will deliver erroneous outcome راح تخرج منها مخراجات خاطئة بسبب يا احتمال يكون فيها bias احتمال يكون فيها تحيز أو أن الخوارزميات اللي تم تطويرها من فرق ليست متنوعة وليس فيها شمولية فإذا 85% من المشاريع هذه يتوقع أن يكون فيها نسبة أخطاء طيب شو المشاكل إذن الموجودة اليوم نتكلم عن ليش هذه الأخطاء موجودة هذه التحديات في الحقيقة تواجه المؤسسات والشركات الكبيرة اللي تطور خوارزميات الذكاء الاصطناعي منها اللي هي مثل ما ذكرت أنا وجود نظام للحوكمة نظام رصين للحوكمة يحدد المسؤوليات ويحدد الأدوار في life cycle اللي هي دورة حياة تطوير البرمجية هذه من أول ما يتم التفكير في البرمجية إلى أن يتم تدشينها وتطبيقها واستخدامها ومراجعتها فإذن وجود نظام حوكمة والنظام هذا رصين يأخذ في الاعتبار كفاءات مدربة وجود معارف متنوعة لا نتكلم فقط عن معارف اللي هي data science اللي هي أو machine learning أو التعلم بل كذلك معارف أخرى مثل أخلاقيات البيانات data ethics مثل أخلاقيات الذكاء الاصطناعي مثل psychology اليوم يعني دور psychology جدور خطصات أخرى يمكن لنشوف أدبية قد يعني مهمة جداً في وجود في وجودها في هذه المنظومة النقطة الثانية عدم وجود قوانين عالمية تحكم وتربط الذكاء الاصطناعي طبعاً هناك في مبادرات نتكلم عنها مبادرة الاتحاد الأوروبي لتطوير قانون للذكاء الاصطناعي تم تم تطوير القانون ولكن الآن في دراسة بحيث أن يتم اعتماده يمكن في السك أشهر من 2022 على أن يطبق يبدأ تطبيقه من السنة القادمة 2023 عدم وجود ستاندرد أو معايير دولية عندما نتكلم اليوم عن نقول الفيرنس اللي هو يعني شو اسمه؟ العدالة يعني ما هو تعريفنا للعدالة فممكن كل شركة تعرف العدالة بصورة مختلفة فعدم وجود ستاندرد عالمي يطبق على الشركات هذه يعني كذلك يعني يساهم في المشكلة والآن في انتباه طبعاً من المؤسسات العالمية مثل IEEE مثل كذلك مركز ألين تورينج انستيوت في بريطانيا بتطوير معايير عالمية يتم اعتمادها من طبل الشركات والحكومات والنقطة يمكن الثانية اللي هي shortage of talent عدم وجود الكفاءات المتخصصة والمهارات أو يقول عنها المواهب المتخصصة والمتنوعة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي والنقطة الأخيرة يمكن هنا اللي هو عدم وجود التولز أو المتشور تولز عدم وجود تولز اللي هي تستخدم لقياس لما نتكلم عن العدالة أو نتكلم عن الشفافية أو نتكلم عن الاكستبلينابليتي اللي هي قابلية الشرح للخوارزمية فلا توجد هناك تولز يعني ماتشور في الماركت بدت الشركات الآن في يمكن السنتين والثلاث سنوات الأخيرة أن تحاول تطور التولز هذه هنا باختصار يعرض عن الحاجة إلى وجود يعني ما نسميه إطار عمل أخلاقي للبكاء الاصطناعي وهنا يمكن عارض أنا في السلايد هذه ما عملته اللجنة العليا في الاتحاد الأوروبي من تطوير إطار عمل لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي الإطار هذا يبني مبني على مبادئ أساسية نسميها الـ 4 principles اللي هي الـ Respect of Human Autonomy احترام الذات الإنسانية الـ Prevention of Harm أن لا يتسبب في أذى للبشر والإنسان الـ Fairness العدالة يعني في مخرجات خوارزميات الذكاء الاصطناعي والـ Explicability أن يكون لا يكون عبارة عن Black Box نحول Black Box هذا إلى Glass Box أن نستطيع أن نعرف كيف توصلت الخوارزمية إلى النتيجة أو إلى القرار وطبعا هناك سبع مؤشرات مهمة لتحقيق هذه المبادئ أول شيء وجود العنصر الإنساني في المنظومة هذه أن لا نترك الخوارزميات تتخذ قرار ونعتمد على القرار فقط من غير أو عدم وجود الإنسان في اللوب يعني a man in the middle or a human in the middle to verify, to make sure أن القرار الذي اتخذت الخوارزمية هذا قرار صحيح مبني على الأمان مبني على الاعتمادية مبني على الخصوصية مبني على الحوكتمة مبني على الشفافية مبني على الـ Diversity التنوع في وجود ولذلك من النقاط المهمة اليوم في تطوير خوارزميات التكالي الصناعي فريق العمل اللي يقوم بتطوير هذه الخوارزميات يجب أن يكون فيه تنوع تنوع يعني أقصد فيه يجب أن يكون فيه ميلز وفيه ميلز ذكور وإنار يجب أن يكون فيه تنوع في المعارف ليس فقط يكون من المختصين في الـ Data Science أو علماء البيانات أو مختصين الـ Machine Learning بل كذلك من الناس والخبرات الأخرى اللي هي عندها معرفة في الـ Data Ethics اللي هو أخلاقيات البيانات والـ AI Ethics وفي النهاية طبعاً أنه يكون يعني متوافق مع الـ Social and Environmental والBeing مع متطلبات المجتمع وكذلك من الناحية البيئية اليوم خوارزميات الذكاء الاصطناعي اللي تطورها الشركات تستقرق وتستهلك كم هائل من الطاقة كم هائل من الطاقة علشان يتم تدريب الخوارزميات وهنا نتحدث عن اليوم من أين نأتي بهذه الطاقة فلابد أن يكون هناك استدامة كذلك بيئية وأخيراً accountability موضوع المسئولية يجب أن تكون هناك مسئولية على فريق العمل اللي قوة على الشركة حتى على مدئلة أن تصل المسئولية إلى السيئي أو أو المدير التنفيذي للشركة أو الجهة أيوة هناك في مشكلة خلصت البطارية أظنني هذا ألو 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 واحد نين ثلاث ألو ألو أيوة أيوة إذن المايكروفون شقال إن شاء الله والنقطة الأخيرة التي هي المسئولية يجب أن تكون هناك مسئولية مثل ما قلنا نحن في دورة حياة تطوير الأنظمة أخيراً طبعاً وهذه اللي أنا تكلمت عنها يعني العناصر هذه المشكلة يعني أن قد يكون للشركات والمؤسسات عندها إطار عمل أخلاقي للذكاء الاصطناعي ولكن وضعه في التنفيذ وتنفيذه على الخوارزميات هنا يمكن يكون التحدي الكبير لأنه يتطلب معارف متخصصة يتطلب خبرات أكثر عن الخبرات التي هي في الماشين لير تنقو في الداتا ساينس فيتطلب جهود أكثر في نظام الحوكم الرصيل ومن فرق العمل أن تكون فرق عمل متنوعة طبعاً يعني هنا يمكن باختصار نتكلم عن كيف نبني الذكاء الاصطناعي وأنا يمكن تكلمت عنها من ضمن من ضمن الكلام اللي أوردته لكن يعني يمكن باختصار علشان نفتح المجال للأسئلة وأعتقد يمكن أنا هذا الشيء اللي أريد أتماعه من الجمهورنا اليوم الكريم أنه يتفاعل معاي في أسئلتكم وفي مداخلاتكم أختم بهذه الجملة الجميلة اللي أنا أترشد فيها وتقول as we see the future مثل ما نتخيل أو مثل ما نرى المستقبل so we act نحن يعني مثل ما نعمل and as we act as we become as we act فأختم بهذه الجملة ونفتح المجال يعني مريعتنا صفية تسأل بعض الأسئلة وكذلك نتوقع سئلة الجمهور الكريم شكرا لك دكتور سعيد طبعا على هذا الشرح الوافي لموضوع الجلسة اليوم وأيضا الإضاءة على نقاط جوهرية وأساسية في عملية طبيقات الذكاء الاصطناعي وعلاقتها كذلك بأخلاقيات المجتمعات وتشريعاتها وغيرها طبعا في واحد أسئلة من الجمهور بس إذا تسمحوا لي السؤال واحد على قل مني بس بما أننا نحن نتحدث عن هؤلاء القادة والمطورين والأشخاص اللي راح يضعونهم أيضا مدخلاتهم في عملية التأسيس نفسها وعملية تطوير تعلم هذا الذكاء الاصطناعي إذن نحن نتحدث بشكل أساسي عن مجتمع عن المجتمع ككل اللي نحن كلنا جزء منه اليوم كيف ترى المجتمع هذا كيف يجب أن ينظر للذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة حتى نتمكن من تحقيق ما تفضلت به أعتقد أنه سؤال مهم والسؤال يمس المجتمع بشكل كامل شو دور المجتمع الآن في الذكاء الاصطناعي وهذه النقطة يعني تطرح على أعلى المستويات المنتدى الاقتصادي العالمي خرج بورقة وذكر فيها أن اليوم من المهم على الحكومات أن تنقل اللي هو نسمي الـ AI Literacy أمية الذكاء الاصطناعي إلى المجتمع بشكل عام لا نكتفي أن يكون عندنا ناس يعني عندها معرفة وعندها علم في الذكاء الاصطناعي من ناحية المطورين والمتخصصين هذا التخصص مطلوب في كل تخصصات سواء كان Data Science أو سواء كان Machine Learning أو سواء كان أخلاقيات البيانات وغير ولكن نتكلم عن الثقافة ثقافة الذكاء الاصطناعي اليوم لابد أن تكون منتشرة عند أفراد المجتمع وأفراد المجتمع كذلك عليهم يمكن مسؤولية عند استخدام أحد الخوارزميات أتأكد من الجهة اللي مطورة للخوارزمية ولو عندي أسئلة أحب أسئلتي هذه على الطاولة وأسألها للجهة من ناحية عدالة هذه الأنظمة مدى يعني الاختبارات اللي تمت عليها استخدامها كيف تستخدم هذه الأنظمة فاليوم يعني مسؤولية مهمة وطبعا هذا يتطلب أتصور أنا أن ننقل الثقافة هذه من خلال يعني يعني بحاجة إلى جهود كبيرة من الحكومات لتوصيل الثقافة ثقافة الذكاء الاصطناعي لأفراد المجتمع من خلال المحاضرات من خلال مثل هذه الندوات الآن نحن موجودين وأنا يمكن أشوف يعني هذه ميزة جديدة الآن بدت تدخل في معارض الكتب معارض الكتب العالمية أن أصبح المعارض ليس فقط للكتاب أنا أمس كنت أقول في أحد مداخلاتي عندما يلتقي القلم والكتاب والفكر يحدث التنوير فنحن بحاجة اليوم لتنوير المجتمع والمجتمع كذلك مسؤولية الإنسان كل برد من أفراد المجتمع نحن دائما نتكلم التعلم مدى الحياة التعلم مدى الحياة شو نقصد بالتعلم مدى الحياة التعلم مدى الحياة لما أشوف أنا الآن في تقنية بتدخل علينا وبتأثر علي أنا كفرد في المجتمع محتاج أني أفهم هذه التقنية كيف تعمل محتاج أني أقرأ عنها محتاج أني أتعلم عنها فإذن موضوع الفكر ونشر الثقافة ثقافة الذكاء الاصطناعي هذه مهمة جدا لأفراد المجتمع وهذه مسؤولية مشتركة طبعا اللي ينقل هذا الفكر الحكومات الجامعات هي مسؤولية مشتركة أقول بين ثلاث قطاعات قطاع التكنولوجي كذلك من المسؤولية الاجتماعية الCorporate Social Responsibility أنهم ينورون المجتمع بهذه الخوارزميات الحكومات عليها مسؤولية كذلك من خلال التعريف تعريف سواء كان تدريب الموظفين الورك فورس القوة العاملة الموجودة في الحكومة أو من خلال كذلك له طرح المحاضرات والأويرنس هذا على المجتمع وكذلك جمعيات النفع العام والجامعات كذلك لها دور كبير في تدقيف أنا أتصور يعني أتخيل إذا وصلنا إلى مرحلة من النضج عند أفراد المجتمع عن معرفة الإشكاليات الموجودة اليوم في الذكاء الاصطناعي والتحديات اليوم اللي تواجهه رح يكون هناك ثقل والثقل هذا رح يأتي من المجتمع على الشركات لتغيير طريقة عملها ولمحاولة يعني نقول أنثنت أنثنت التكنولوجيا لحيث أنها تكون أكثر إنسانية وأكثر عدالة وأكثر شفافية وأكثر تقبلا في المجتمع وبما يحفظ أيضا خصوصية المجتمعات وهوياتها وما تقبله وما لا تقبله ثقافيا في بناءها أيضا الثقافي والمعرفي طبعا هناك الكثير من الأسئلة خلاص أبدأ أسأل من أسئلتكم هناك سؤال متى سيكون عندنا ذكاء اصطناعي عام سؤال جميل الجنرال ارتفشل انتليجنس أو الارتفشل جنرال انتليجنس اي جي اي متى سيكون طبعا هناك في توقعات من العلماء يعني في هذا الموضوع حد يقول أن يعني على نهاية في الثلاثينات أو باي باي تونتي تيرتي حد يقول باي تونتي فورتي ستفن الفين وسبعة واربعين حد يقول قبل الخمسين ولكن يعني هناك في هذا الموضوع هناك عمل من الشركات اليوم ومن المهتمين من مراكز الأبحاث بالتوجه إلى الذكاء الاصطناعي العام ماذا نقصد به دكتور يعني اذا في عجالة جميل جميل اعتقد الذكاء الاصطناعي العام يقصد فيه أن اليوم اليوم نحن الذكاء الاصطناعي الموجود حاليا هو يسمى بالنرو اي اي نرو اي اي له تطوير خوارزميات تعمل مهام محددة نزين وهذه المهام ولذلك نحن ننظر إلى هذا الموضوع من منظور العلاقة بين الإنسان والآله كيف يجب أن تكون هذه العلاقة والفكر الجديد الآن في اللي تحدثون فيه العلماء في هذا الموضوع اللي هو قضية أن الذكاء الاصطناعي لابد أن يعزز القدرات البشرية ولا يستبدل الإنسان هذه نقطة مهمة لأن أول ما طلع اوتوميشن اوتوميشن إذا نحن نتوجه للأتمة ولذلك مهم جدا صفية على الحكومات وعلى المسؤولين في الحكومات أن يكون هناك تبصر وحكمة في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي إذا نحن نركض وراء الأتمة ونستبدل للإنسان بالآلة يعني هذا من السهل أن يحصل وشفنا كثير من الوظائف في الكاشيرز في السوبر ماركت بدأت تستبدل الآن يعني وعدنا هنا في الإمارات في مول في مول الإمارات أو حتى يعني في المحطات أصبحت عدنا يعني سوبر ماركات لا يديرها بشر يمكن في وجود البشر أكيب ضروري للإشراف ولكن في الدفع عن طريق المشين في الذكاء الاصطناعي إذا يدخل ويأخذ يأخذ الكاشيرز جوبز فإذا نتكلم عن الأتمة فهذا قد يحصل ولكن نتكلم عن العلاقة اللي هي فعلا كيف نحن نستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرات الإنسانية يخلينا أكثر إنتاجا يختصر علينا يعني أعمالنا يساعدنا لتأدية مهامنا بصورة أفضل وبصورة أكفى فهنا اللي نتكلم عنه فلما نتكلم عن النرو فهذا النرو AI أن يكون الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يقوم بما يقوم به تغريبا الإنسان أو يصل إلى المهام الإنسان اليوم سبحان الله الله سبحانه وتعالى أعطانا هذا العقل أن نستطيع نتصرف ونعمل أشياء كثيرة وبدأنا نشوف الآن نماذج التي تسمى large language models تستطيع ويمكن النظام الأخير الذي طورته شركة جوجل واسم قاتو ليست ليست قاتو والكيكة ولكن اسم قاتو يمكن يبينا من الكيكة ولا علاقة في الكيك لا أعرف ولكن هذا النظام اليوم يستطيع أن يقوم بأكثر من 600 مهمة فإذن هل هذا نعتبر توجه أو خطوة لتحقيق الذكاء للصناع العام البعض يرى كذلك ولكن أعتقد أنه سنحتاج للمزيد من الوقت إلى أن نصل للذكاء ممكن ستحقق خلال العشر سنوات القادمة أو العشرين سنة القادمة نعم عشرين سبعة وربعين آخر دراسة كانت تشير إلى ذلك هذا يقودنا إلى مسألة الكفاءات والموارد البشرية نفسها في مشتى المؤسسات والشركات التي لابد غصبا عنها ستتجه إلى هذا التوجه كيف يمكن تعديز هذه الكفاءات وتطويرها وهل هذا الذكاء يهتم بتطوير نظم المعلومات أكثر من تطوير مستخدمي هذه النظم سؤالين السؤال الأول بالنسبة للمواهب والكفاءات أعتقد هذه مشكلة عالمية ليست فقط عندنا نحن أو في مجتمعاتنا العربية أو في مجتمعاتنا الخليجية على مستوى العالم هناك نقص كبير العالم يعترف بهذا الشيء في المواهب والكفاءات التي قادرة أنها تطور خوارزميات الذكاء الاصطناعي ولذلك الحمد لله أنا أتكلم عن دولة الإمارات وجهود دولة الإمارات في هذا المجال مدركين لهذا التحدي ولذلك الدولة أول ما أعلنت عن استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031 التي أطلقت في 2017 وتم اعتمادها بعدين في 2019 من أهم المحاور التي تتطرق لها هذه الاستراتيجية هو بناء القدرات وبناء المواهب المتخصصة في الذكاء الاصطناعي ولذلك لو نرى المبادرات اليوم يمكن كثيرة منضمنها الحمد لله عدنا هنا في أبوظبي جامعة الشيخ محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي جامعة للماجستير والدكتوراه وبدت تستغطب جامعة بالمجان اللي يدخل الجامعة هذه يحصل على منحة تقض النظر مواطنة وغير مواطن عيد والعالم وتهتم في مجال البحوث في مجال الماجستير والدكتوراه الجامعات الأخرى الآن بدأت تطرح تخصصات في الماجستير مثل الداتا ساينس وفي الذكاء الاصطناعي حتى على مستوى البكالوريوس شهادة البكالوريوس هناك كذلك الجامعات عدنا الحمد لله في دولة الإمارات تعطي شهادات متخصصات يقابلها دكتور عفو يعني يجب أن يقابلها إيمان أصحاب الشركات والمؤسسات بضرورة أن يخوض موظفيهم وكفاءاتهم هذا الباث أو هذا المسار وهذه نقطة مهمة يعني الآن مثل ما ذكرت رضية تدريب القوة العاملة في الحكومة وفي الشركات وفي المؤسسات على يعني القدر الكافي نسميها نحن أن يكون عنده المعرفة الكافية بتطبيقات الذكاء الاصطناعي والحمد لله يعني عدنا مبادرات كثيرة بدينا نشوفها في دولة الإمارات نفس الشي في جامعة محمد بن زايد هناك في برنامج للمسؤولين التنفيذيين الباتش الأول كان فيه أربعين يمكن واحد واربعين الآن في الباتش الثاني كذلك البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي اللي يشرف عليه مكتب الذكاء الاصطناعي من 2018 أو 2018 بدأ يرسل لهم المسؤولين الحكوميين بالتعاون مع جامعة أكسفورد في برنامج مدته ستة شفور تقريبا في الذكاء الاصطناعي فالقصد هنا أن يعني نخلق مجتمع سوى كان من الموظفين العاملين في الحكومة أو في الشركات أو حتى من أفراد المجتمع عندهم القدر الكافي والمعرفة الكافية بالذكاء الاصطناعي وهذه طبعا يعني هذه رحلة نقول عنها لن تتحقق في يوم وآخر العلم متطور الذكاء الاصطناعي نفسه في تطور وفي نماد جديدة وفي تقنيات جديدة وكذلك له موضوع التدريب والتأهيل والتطوير أعتقد أن مصاحب معنا في هذه الرحلة طبعا أنا وقتي جدا ضيق سأحاول أنني أطرح جميع أسئلتكم اسمحوا لي إذا لم أستطع ألحق على كل شي بس بس الشقة الآخر من السؤال النظم نظم المعلومات تأتي أولا أم تطوير من يستخدم هذه النظم أعتقد أن طبعا وجود الخبرة ضروري يعني الخطر في أن نطور النظم من غير ما يكون الكفاءات موجودة والمهارات موجودة قد يعني ينتج عنها يعني سلبيات أكثر فأنا اللي أرى يعني نمشي في الاتجاهين ولكن وجود الخبرات المتخصصة والمؤهلة والموارد البشرية الكفأة هي التي من ستطور أنظمة فعلا تغبلها المجتمع وأنظمة كفأة وستحاول أن تقلل أو تتدارك إذا كان هناك أخطاء في هذه الأنظمة فوجود الموارد البشرية المؤهلة أمر ضروري لتطوير التكنولوجيا نعم دكتور في سؤال يتكرر يعني كثيرا حتى في جلسات أخرى أن محددات مستقبلنا هل هي بالضرورة تقنية أم أن هناك أيضا محددات أخرى يجب الالتفات إليها جميل جميل يعني التقنية اليوم تلعب دور كبير في حياتنا ويمكن تعتبر يعني واحد وإحدى القوى الدافعة للتغيير في المجتمعات لا شك فيعني التقنية تلعب دور كبير ولكن أنا أشير إلى الأبعاد الأخرى المهمة البعد المجتمعي نحن نما نتكلم دائما في استشراف المستقبل نتكلم عن خمسة أبعاد نسميها ستيب ستيب اللي هي سوسايتل أو سوشل لإمباكت على السوشل على الحياة الاجتماعية ستيب التكنولوجي البعد التقني والإي اللي هو البعد الاقتصادي والإي الثانية البعد البيئي والأخيرة البعد السياسي فلابد أن ننظر إلى الأبعاد هذه ونشوف اليوم نحن اليوم كيف التكنولوجيا الآن نشوف بدت تبرز بشكل أكثر خلال الحرب الأوكرانية الروسية وما يتم من استخدام يعني كسلاح ذو حدين أو سلاح فاعل يعني حتى على مستوى الأمور السياسية فالأبعاد الأخرى مهمة جداً ولكن نرى أن التكنولوجيا هي دائماً في المقدمة ونحاول نلحق فيها حتى من ناحية قوانين أحد المحركات الأساسية للتغيير في المجالات المختلفة من بينها مجالات القوانين والمحامة والقضاء كيف يمكن تطوير هذه الأنظمة باستخدام أدوات بكال إصطناعي جميل أعتقد أنا اليوم المطلوب مثل ما قلت أن التكنولوجيا متسارعة جداً واللحاق بالركب التكنولوجي صعب حتى علينا نحن المختصين لابد أن دائماً يعني في مواكبة للركب والتغيرات هذه ولكن من ناحية التشريعات والقوانين ونشوف دائماً نحن متأخرة وقد يمكن ينتج عن هذا في البداية لما تظهر نحن نشوف الكيرب التقنية تظهر بشكل متسارع بعدين وتنزل وبعدين توصل إلى مرحلة له الستيدي أو نسميها البلاتو ففي موضوع التشريعات والقوانين يجب أن نحاول بقدر الإمكان المواكبة مع التقير كيف يعني أنا أقول وأعطي مثال عندنا في دولة الإمارات خلقنا ما يعرف بالرجل الربوراتري مختبر الواحد يفكر كيف مختبر للتشريعات شو تقصد مختبر للتشريعات التشريع لا تحط فلذلك اليوم حتى عملية خلق السياسات والتشريعات عملية تشاركية بين المجتمع وبين الناس المختصين في القوانين والتشريعات ولابد أن تكون عملية تريتب على سبيل المثال أعطي اليوم في تبني تقنية سيارات ذاتية القيادة حكومتنا الرشيدة الشيخ محمد بالراشد الله يحفظه طلع يعني في آخر 2021 طلع وصرح أن تقنية السيارات ذاتية القيادة سوف تكون قريبا إن شاء الله موجودة عدنا في دولة الإمارات ويتم العمل عليها بدأ العمل عليها في مختبر التشريعات مع المختصين في وزارة الداخلية والجهات المختصة لدراسة أثر التكنولوجيا هذه بكرة على المجتمع وشو البيئة اللي المفروض التكنولوجيا هذه تعمل فيها فإذا وجود جاهزية حتى في الترافيك على مستوى المدينة في وضع الحساسات في وضع التشريعات في وضع تهيئة البيئة للتكنولوجيا للتشتغل وبالتالي هناك عملية فيها نوع من الإتريشن هي إتريشن ممكن نضع سياسة بسيطة إتريشن ونشوف والراقب ونتابع إتريشن ونطور في السياسة فإذن أصبحت عملية وضع القوانين والتشريعات لا تتم مثل النظام التغليدي السابق قد تأخذ ثلاث إلى أربع إلى خمس سنوات للخروج بالتشريع لا هي عملية مواكبة للتغنية والجميل في هذا الموضوع أن لذلك التداخل الآن أصبح مهم جدا بين أصحاب القرار وأصحاب التكنولوجيا علشان يعملون مع بعض في إطلاق تقنيات حديثة التي ستتمث المجتمع بشكل كامل على مستوى المعايير وحضرتك بكرت أن هناك تحدي كبير في مسألة المعايير هناك معايير مرتبطة بخصوصيات المجتمعات والهويات المختلفة هناك معايير عالمية فيها ضبابية كذلك للاختلاف فهمنا نحن للقيم الإنسانية المشتركة كذلك هناك سؤال حول إمكانية وضع إعلان عالمي لحقوق الإنسان الرقمية هناك طبعا الأمم المتحدة واليونسكو في نهاية 2021 خرجوا بميثاق أو بإطار أخلاقيات الذكاء الاصطناعي اللي تم يعني نقول هذا إطار تم الاتفاق عليه عالميا من الحكومات أو الدول اللي هي أعضاء في الأمم المتحدة وأعضاء في اليونسكو أكثر من 183 دولة فإذن هناك هناك اتفاق وإجماع عالمي اليوم على الإطار اللي هو إطار اللي هو ما يسمى بالـ AI Ethics الآن عملية وضع الإطار هذا حيز التنفيذ وتنفيذه هنا يمكن التحديات اللي بدت الحكومة الآن داخلة فيها على شام موضوع كيف نحن ننفذ الإطار هذا بحيث أنه فعلا نتأكد نوصل إلى المخرجات المطلوبة خصوصا أنه الآن هناك دول مليارية افتراضية موجودة على شكل مجتمعات افتراضية تحكم بأسسها ومعاييرها الخاصة والشراكة بين القطاع والحكومي وعملية وضع المعايير العالمية اللي كذلك لابد لابد إحنا اليوم كمجتمعات عربية وخليجية أن نساهم أن نساهم في اللجان الدولية هذه اللي تضع المعايير موضوع إلى دول أخرى أو إلى لجان يعني أخرى تضع المعايير ونحن مقيبين مقيبين عن الساحة فلذلك وهذا طبعا يتطلب كفاءات إذا كانت هناك في كفاءات متعلمة ومتخصصة فترشح الدولة اليوم للمساهمة سواء كان في IEEE أو في اللجان الدولية اللي تضع المواصفات علشان نضمن أن يكون هناك لنا رأي ولنا سطوت في هذه المحاكمة جميل يمكن هذا الشيء يجيب على السؤال اللي وصلنا قبل شوي أيضا أن كيف يمكن لأي مجتمع عربي الالتحاق بالركب في هذا المجال حضرتك يعني ذكرت أن يعني وضع هذه البصمة ربما دولة الإمارات إحدى الدول السباقة في إيجاد هذه البصمة في المنصات الدولية أيضا كمتصدرة لبعض المجالات في هذا الجانب أيضا هناك في ظل الحفاظ على إنهاء أمية الذكاء الاصطناعي أليس هذا يؤدي التصور يشير إلى أمية إنسانية ربما أمية إنسانية قيمية تعددت الأميات يعني كنا في البداية نقول الذي لا يقرأ ولا يكتب هو أمي والآن نتكلم عن أمية ثقافية أمية معرفية أمية أخلاقية أمية الذكاء الاصطناعي لكن نحن نركز الآن يمكن كثير من الآن التركيز وبدأ طبعا من المستشرفين ومن الناس اللي يشتغلون في الفورسايت الفلوتر فورسايت التحدث بشكل يعني مهم جدا أن أنسنة التكنولوجيا لأن إذا تركنا التكنولوجيا في لازمام وتركناها إلى الشركات تطور فيها مثل الماتري وتضعها وترميها على المجتمعات لتحقيق مقاصد اقتصادية وأرباح وكيروق وغذاء فإذن سنخلق مشكلة فموضوع عن سنة التكنولوجيا موضوع مهم الحكومات تتدخل فيه الشركات الكبرى تتدخل فيه حتى المنظمات الدولية تتدخل فيه وأتصور إذا استطاعنا أن نصل إلى معادلة متوازنة في تكنولوجيا وتطويرها بحيث أن تكون أكثر إنسانية تكون وصلنا إلى يعني أنا أتصور حتى أنه ممكن يكون ضمن الكود أوف كوندكت اللي هو العرف المهني اللي متعلق بالأشخاص اللي يعملون في تطوير مثل هذه الخوارزميات أيضا يعني أرحب بكل منظم إلينا من أساتذة الجامعات اللي تابعونا حاليا هناك من جامعة محمد بن زايد الدكتورة وديم الظاهري طبعا تتطرق لموضوع مشكلة الطاقة كيف يمكن حلها في المناطق الأقل إنتاجا للطاقة أعتقد دكتور هذا بعد يعزز فجوة أخرى بين الدول ومقدراتها على شكرا وديم على السؤال وأعتقد أن السؤال مهم اليوم فلذلك يعني نحن يعني وهذه ضريبة التكنولوجيا يعني دائما التكنولوجيا تخلق فجوة عند ذين قاب والقاب هذه عند الدول اللي عندها يعني عندها الطاقة وتستطيع أنها يعني تقوم بتطوير الخوارزميات هذه والدول اللي لا تملك الامفراستركتر نقول عنها ولا تملك الإمكانيات هذه للتطوير فنتصور أن هناك في مبادرات الآن لذلك نحن عندنا نتصور أن نقطة مهمة نتحدث عنها دائما في المحافلة الدولية سوى كان في الأمم المتحدة أو على مستوى المنتدى الاقتصادي العالمي World Economic Forum اللي هو الانكلوجين عملية اللي هو الاحتواء أن يعني لا تقتصر على حكومات وعلى دول معينة أو على شركات بل المجتمعات تساهم فيها بشكل كامل ولذلك في مبادرة جميلة ظهرت من الأمم المتحدة لا يحضرني اسمها الآن ولكن مثلا في استخدام الواقع الافتراضي والواقع الآن بدخلنا إلى عالم الميتافيرس الدول التي لا تملك هذه التقنية تكلم عن بعض سواء كانت دول قريبة أو دول بعيدة أو قارات التي لا تملك فكيف تستطيع أن تساهم في هذا الشيء فهناك مبادرة أممية على مستوى العالم تقودها الأمم المتحدة في هناك فند يعني صندوق لخلق موازنات لمحاولة إحضار أو توصيل التكنولوجيا هذه إلى الدول الأخرى هناك سؤال حول الأضرار الأخلاقية للذكاء الاصطناعي التي تم كشفها من خلال استبيانات حضرتك التي ذكرتها أثناء الجلسة هل ترتبط هذه الإحصاءات البيانية بالذكاء الاصطناعي ذاته الذي بان به الضرر الأخلاقي المعلوماتي نعم هذه الإحصائيات تم دراستها على مدى ثلاث سنوات وشافوا الخوارزميات اليوم التي تستخدم فيها سواء كانت في تغرير المصير سواء كانت في تغرير صرف المعونات الاجتماعية في تغرير في عطاء ريكمنديشن المشكلة وين المشكلة إذا ما كانت هناك مسؤولية وكان في لتأكد أن المخرجات هذه صحيحة وترك أن الذكاء اللي صنع يعطاني القرار هذا فأنا باعتمد عليه وهذا كانت حجة الحكومة في الدنمارك أو المسؤولين اللي كانوا يشتغلون في هيئة الضرائب قالوا نحن ناخذ المخرجات كما هي من الخوارزمية هذه فوجود الهيومن ذلوب أعتقد هذه نقطة مهمة جدا وهذا يطلب يعني يحتاج إلى تمكين تمكين كيف أعرف فعلا أن هناك في عدالة في المخرجات فإذن لابد أن يكون هناك في مؤشر يتم وضعه عن تطوير الخوارزمية هذه لتحقيق الفيرنس وما هو تعريفنا للفيرنس للعدالة فهنا يعني يأتي بأشياء كثيرة لابد أن يتم السؤال آخر مرتبط بذات النقطة دكتور اللي هو ذكاء صناعي أكيد القصد أن مرتبط بخصوصية بيئة جغرافية معينة أو بيئة ثقافية معينة يعني هنا طبعا عربي يتناسب مع الهوية والقيام بكاء صناعي عربي يمكن في مبادرات أحب أشير لها يمكن أخيرا سمعنا عن وهذه طبعا يعني إنجاز الحقيقة يعني يجب أن يشار إليه في أبوظبي هي ذراع يعني ذراع أبحاث لمركز أبوظبي للتكنولوجيا المتطورة توصل إلى نموذج من الذكاء الاصطناعي اللي هو سموه نور اطلق عليه اسمه نور لأكثر من عشرة مليارات فرامتر لاستخدامه في في معالجة اللقات الطبيعية باللغة العربية وهذا إنجاز اليوم يكون عندنا في حكوماتنا العربية وفي دولة الإمارات وفي أبوظبي أن نخرج بالموديل هذا اللي هو تغريبا نقدر نحطه في وضع جي بي تي في وضع من الشركات العالمية الكبرى التي تتكلم عن العام القصد هنا هناك في نهضة أستطيع أقول عنها نهضة ذكاء الصناعي عربي تقودها الإمارات تقودها السعودية تقودها الدول العربية الأخرى الأردن مصر وهناك يعني نحن علماء العرب اليوم اللي هم يدرسون في الدكاء الصناعي وين موجودين موجودين في أمريكا وموجودين في الدول الأخرى فكيف نستطيع أن نكسب هذه العقول وهذه يمكن سياسة قيادتنا الرشيدة أن تكون دولة الإمارات مغناطيس لجلب العقول العربية هذه متواجدة في الخارج وتأتي سواء كان في دولة الإمارات أو في دولها العربية لتطور التغنية نعم دقاء أخيرة 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 جدا بس سؤال واحد سأطرحه واعتذر ممن لم أتمكن من طرح أسئلتهم كيف يمكن للمهتمين في المنطقة العربية في دولة الإمارات الالتحاق بمثل هذه المراكز والاستفادة من الخدمات يعني ربما حتى إضافة مهاراتهم وكفاءاتهم خدمة لهذا المشروع رائد اليوم يعني مطلوب من الجميع أن الجميع مطلوب عليه أن يكون عندهم كمبيتنس عندهم كفاءات أنت تريد تدخل جامعة محمد بن زايد أو أنت الذكاء الاصطناعي سوى كان جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي أو جامعة نيويورك في أبوظفي عندنا الحمد لله جامعات توفر منح لجميع الطلبة بلا استثناء فالاهتمام من الصقر وهنا يأتي كذلك الموضوع أنا ما أقول بس فقط على الأشخاص على العائلة على العائلة أن تربي عيالها ويربون يعني بناتهم من الصقر على أن يعني يكون عنده هذا لما يتخرج من الثانوية العامة يكون في السيفي عنده أشياء عملها عمل تطوعي شارك فيه في إكسبو في قير مهارة معينة أو شقف في رياضة معينة في اليوم الجامعات تنظر للشخص وتقيمه هذا الشخص عندما يتخرج من الجامعة من جامعة هارفورد ولا الـ أوكسفورد ولا كيمبرج شو بيكون دوره في المجتمع هل هو بيكون شخص يحمل شهادة جامعية من جامعة هارفورد وكيمبرج ولا سيؤثر بشكل بشكل فاعل في المجتمع فهذا هو المطلوب أتمنى أن توصل الصورة لأن الحديث في هذا الموضوع طبعا الجميل جدا أن هذه الجلسة يعني مسجلة لاحقا ممكن للطلاع أكثر والاستماع عليها مرة أخرى يعني أشكركم جزيل الشكر على هذه الأسئلة صراحة أثريتوني وأنتوا علمتوني من أسئلتكم أيضا الكثير يعني فشكرا جزيلا أيضا أريد أن أنوه أن شهادات الحضور سترسل إن شاء الله خلال هذا الأسبوع لمن أشارك معنا في هذه الجلسة دكتور سعيد ظهري شكرا لك أنا شاكر لك شكرا جزيلا دائما أنت حوارات تتمعي الله يساعد لو شوف النوت بس اللي أنا مخاطر أيوة الشكر موصول لمؤسسة محمد بن راشد للمعرفة على الاستضافة في هذه الجلسة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الشكر كذلك موصول للحضور اللي اليوم يشاهدون يمكن هذه الجلسة أنا موجود على السوشال ميديا على تويتر على لينكدن اللي يحب يتواصل معاي عندكم الهاشتاغ مالي ديدي سعيد على تويتر وفي لينكدن الدكتور سعيد الظاهري فأرحب باستفساراتكم إذا كان عندكم استفسارات شكرا لك أيضا مصدر كتاب الأم الرقمية يعني مصدر ثريت جدا موجود في المعرفة في متفيت باللغة العربية والإنجليزية أنصح يعني ما أقول أنصحكم لأنه كتابي لكن الحمد لله اليوم الكتاب هذا أثبت تواجده على المستوى العربي وعلى المستوى العالمي بنسخته العربية والإنجليزية فاللي يحب ياخذ الكتاب موجود في منصة شكرا لك دكتور وشكرا جزيلا مرة أخرى لمتابعين الكرام المبشر والجميل بالأمر أن حوارات المعرفة مستمرة حتى بعد معرض أبوظبي الدولي للكتاب لإثراء حياتكم وجعل أوقاتكم أفضل وأكثر معرفة وأداء أيضا في حياتكم العملية والشخصية كنت معكم صفية الشحي إلى اللقاء